تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتطوير 500 خدمة في 24 جهة حكومية انتهى المجلس الأعلى للبيئة من تطوير 27 خدمة إلكترونية ضمن جهود تعزيز وتحسين جودة الخدمات الحكومية التي يقدمها المجلس الأعلى للبيئة للمواطنين والمستثمرين وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ حرص المجلس الأعلى للبيئة على مواكبة التحول الرقمي في تقديم الخدمات البيئية والاستمرار في تطويرها بما يلبي تطلعات المواطنين وبيّن وزير النفط والبيئة بأن الخدمات المحكومية التي طورها المجلس الأعلى البيئة شملت التحول الإلكتروني بنسبة 100% وتقليل خطوات التقديم إلى أربع خطوات كحد أقصى إلى جانب توحيد معلومات الخدمات المنشورة في جميع القنوات حيث تم تسرع اتفاقية مستوى الخدمة لمجموعة من الخدمات وتحسين واجهة وتجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات لخدمات أخرى أفاد بأن الخدمات التي طورها المجلس الأعلى البيئة اجتملت على 11 خدمة للتراخيص المتعلقة بإدارة الرقابة وحماية البيئة وتطوير 8 خدمات للتراخيص المتعلقة بإدارة التقويم والتراخيص البيئية وتطوير 7 خدمات للتراخيص في إدارة الإشعاع بالإضافة إلى خدمة واحدة بإدارة التنوع الحيوي ترجمة نانسي قنقر